تعالوا نسمع أول سؤال من الدكتورة مونا الدكتورة مونا اتفضلي اهلا بي السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسلام عليكم السلام عليكم اتفضلي يا فندي طبعا بنشكركم على ان انتو بتوعوا الناس والله ويعني بنستنى البرنامج كل يوم بسأل حضرتك على الاعتياد مش النزور يعني مثلا نزر انا ظهرت ان انا قصوم اتنين وخميس مثلا على طول بقيم الليل كل يوم كده فمقدرش ان انا اوقفه واقلل منه انما الاعتياد بقى هل الاعتياد التقصير فيه يعني السن والسحة وكده لو انا قللت شوية من الاعتياد ده يبقى ده غلط ولا اي يعني طيب هو مش نزر ولكن اعتياد طيب يبقى انت كان عندك عبادة انت عندك بشرة من حضرة النبي للانسان اللي اعتاد حاجة ثم قام عائق بيمنعه من الاعتياد ده يعني مثلا واحد معتاد انه هو بيصوم نيصوم اتنين وخميس فجيه مثلا حدث اي نوع من انواع التعب للكبر او لاي مرض عارض او لشيء من هذا القبيل فبطل ما قدرش ده هو انا بس متحفظ على كلمة اعتياد ولكن دي من رواتبه يعني هو خلاص بقت من الحاجات الرواتب اللي عنده ومن السنن النوافل اللي عنده اللي هو بيعملها وهي عبادة لان هي ما اصبحتش عادة يعني انا برضو ارفض ان هو يوصل لنفسه ويجعل نفسه تخليها ان دي عادة لا يا دي مش عادة دي عبادة راتبة يعني مترتبة بيعملها دايما طيب اللي عنده ده بقى ويطرق عليه طريق يمنعه من ده له البشرى ان السوابع يكون حاصل حتى لو ادى ده انه ما يقديش هذه العبادة لان الشخص المريض او المسافر الذي يمنعه سفره او مرضه من ان يفعل ما كان يفعل من الطاعات يكتب له السواب صحيحا مقيما صحيحا ايه مقيما فالشخص اللي هو كان معتد على حاجة ولم يمنعه من هذا الا التعب او المرض يكتب له السواب اذا كما كان يكتب له معافا مقيما طب ليه ده ما فيه حديث تاني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه بشكل واضح قال اينا اناسا بالمدينة ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم قالوا وهم في المدينة يا رسول الله ده ما تحركوش من مكانه قال نعم حبساهم العز فالشخص اللي يحبسه العز يكتب له السواب كاملا فأبشر ان شاء الله معنا الاستاذ محمد من الجديدة استاذ محمد عليكم السلام وحط الله وبركاته وتفضل يا سيد محمد سمعت يا فاند ما انا كنت بس كلاك سؤال كده وكنت حاولت حضرتك تجاوبني عليه يعني معلش هجاوب حضرتك بس انا بس متهياء لانه محتاج ان انت توطي التلفزيون شوية وتسمعني من التلفون ايه ايه سمعيني كده اه تفضل يا فاند اه حضرتك دلوقتي الواحد يعني الواحد خياتي من بكرة يعني يعني كل لما اجي عمل حاجة تجي لعكس الحاجة اللي انا بعملها دي اعمل حاجة مثلا خير تقلب عليها بحدا شرف طيب يا با انت دلوقتي بتسألني ازاي اتجنب ان انا لما اعمل خير ما دينيش عكس اللي انا منتظره صح كده اه يريد اه انا اقولك تلات حاجات لازم تعملو والتلاتة دولار لازم تعملو مش تعملو واحد وتسيبو واحد لا لازم ان تلاتة تعملو اول حاجة ان انت تكسر من الدعاء ان انت تكسر من الدعاء لان قد يكون ان انت بتعمل حاجة دي ومؤتمد على عملك فليخرجك من حولك وقوتك ان انت تكسر من الدعاء ان انت تعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الذي سيفعل هذا فتكسر من الدعاء الحاجة التانية بقى والمهمة جدا جدا اكثر من الدعاء الحاجة التانية انك تنزل للشيء اللي انت بتعمله من عدة جهات لأنه ممكن يكون إحنا بنعمل حاجة خطأ ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه فمن الإتقان إن أنا أنزل للأشياء بعدة نظرات مش إن أنا أعمل الحاجة بنفس الطريقة وأظن إن النتيجة تتغير يبقى من الإتقان أن أنزل للشيء من عدة جهات فإذا كنت أنا بعمل الحاجة بطريقة معينة يعني مثلا واحد من الناس دايماً يقول للناس أنا بعمل الحاجة وبحب أقول للناس لما بديلهم الحاجة إن أنا بحبهم فالناس تظن إن دي منا فالناس تتدايق منه آه ما حدش قالك إن أنت تقول اعمل الأمر ده وربنا هو اللي هيشرح صدرهم لما فعلت من الخيرات يبقى أنا محتاج إن أنا أبص للمسألة من جهة تانية الجهة الأولانية كانت فيها الناس بتحس بشيء من المنا فيبقى أنا مش محتاج إن أنا أتكلم بس أنا محتاج إن أنا أعبر لهم عن حبي أعبر عن حبك في وقت تاني غير اللي أنت بتعمله آه يبقى أنا محتاج إن أنا أبص للمسألة بعدة جهات الحاجة التالتة بقى إن أنت لازم تكتر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه تكتر من الصلاة على حضرة النبي عشان تهدى عشان ما تبقاش منتظر من الناس وما تبقاش أنت رافع سقف توقعاتك من الناس إيه اللي أنت طلبه من الناس الناس بتنشغل الناس عندها أشياء كتير أهم الناس كتير عندهم بلاو وتعب فأنت ليه منتظم من الناس إنت إذا كنت فعل الأمر ده لله إذا كنت فعل الكلام ده للنجاح الله مدخل لك ولكن اهدأ ولذلك إحنا طلبنا الصلاة على حضرة النبي عشان نهدأ وأفضل طريقة وأفضل الصيغة للصلاة على حضرة النبي الله مصلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله أو أي صيغة تجد فيها قلبك يبقى الثلاث حاجات دولة وعملتهم مع بعض إن شاء الله ربنا يحرح بلك ويحقق لك مرادك إن شاء الله